هناك مواطنين زوي أصول بعينها سيهتمون بالسياسة الخارجية إذا تحدثنا عن ما يجري في غزة، لبنان، تأثير الحرب الروسية، الأوكرانية كل ذلك بيلمس بعض المواطنين زوي أصول معينة أيضا مثلا بانسلفانيا لو فيها نسبة كبيرة من اليهود سيهتموا بمساندة إسرائيل بالوضع الحالي في الشرق الأوسط تماما كمان ميتشجن يعني ثلاث سكان ميتشجن من العرق اللاتيني 300 ألف نسمة من ميتشجن من اليهود فأكيد بيهتموا بهذا الموضوع بانسلفانيا كذلك زي ما حضرتك قلت نيويورك بالرغم أن هي ولاية تعتبر ديمقراطية من الولايات الشمال ولكن نيويورك وولاية نيويورك فيها أعلى نسبة يهود موجودة في العالم بعد تل قبيب فإذا هناك تأثير في هذا الموضوع بس احنا بنحكي على الناخب الأمريكي أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة واحد من كل عشرة من المهاجرين اللي حضرتك بتقولوا أعطى لي الجنسية الأمريكية واحد من كل عشرة يعني أنا لو عشرة أشوفي بقى كمية المهاجرين قد إيه هل الواحد ده مش هيأثر فيه الانتخابات والصوت الانتخابي أكيد هيأثر في الصوت الانتخابي ولذلك احنا دايما بنسمع استطلاعات الرأي بنقول إن هي زي ما حضرتك لسه بتقولي نسبة قريبة قوي يعني حتى كانت تكون خمسة من عشرة في المية ستة من عشرة واحد وخمسة من عشرة في المية النسب قريبة جدا وده اللي قالته استطلاعات الرئيسية إنه 49% بالنسبة لي كمالة هارس ستة واربعين في المية بالنسبة لي دونالد ترامب يعني واحد في المية قليل قوي بس ده ممكن ينجح ده اللي احنا بنحكي عليه اللي هو الأقليات الأقليات أنا مع حضرتك إنه ممكن يكون لها علاقة بالسياسة الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بس أنا بقول الناخب الأمريكي الأمريكي الغير متجنس الغير جاي عن طريق يعني أنا أقدر أشبه موضوع الهجرة عندهم دي بالهجرة الغير الشرعية اللي بتحصل في الاتحاد الأوروبي الشرعية دي بتؤثر على الاتحاد الأوروبي وفي بعض الأحزاب بترفضها في الاتحاد الأوروبي في دول مختلفة أيوة بزي ولذلك أيضا المتجنس بي الجنسية الأمريكية مش من الأصل الأمريكي الأمريكي أنا أعتقد أن ده يهموا جدا أن أنا أهتم بي السياسة الخارجية أشوف ترامب بيتكلم إيه بالنسبة للمهاجرين بالنسبة للي بياخدوا هذه الجنسية خلي بالك كمان أن احنا أطلع معنا في هذه الانتخابات ولذلك هذه الانتخابات استثنائية يعني فيها كل حاجة 8.5 مليون نسمة من حاجة اسمها الزي جينيريشن أو اللي هما الشباب اللي هما بتعدوا 18 سنة وبقوا منهم حقية الانتخاب يعني لهم صندوق انتخاب يروحوا ينتخبوا خلاص أنا بقيت 18 سنة وراح زي عندنا في مصر وراح انتخب هل أنت أو الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري هل هذا الشاب لي يعرف يختار مين أو مين هم متخيلين أن هؤلاء الشباب بيمثلوا نسبة كبيرة ولا الحزب دا ولا الحزب دا قدر يسيطر عليهم لأنهم ليس ما اشتغلوش لسه ما دخلوش في النقابات لسه ما عندهمش مشاكل هذه المشاكل تقول يا ترى أنا أنضم للحزب الديمقراطي ولا الحزب الجمهوري من الممكن أن تؤثر عليهم قضايا الحريات بالضبط وده فعلا اللي حصل كمالة هارس هي اللي تدخلت في هذا الموضوع حتى حتلاقي في المجمعات الانتخابية والتجمعات الانتخابية بتاعتها حتلاقي الزي جينيريشن حواليها اللي هما الشباب اللي احنا بنحكي عليه لفوق 18 سنة مهتمية بيهم جدا سواء إذا كان من البيض سواء إذا كان من السمر خاصة أن الجيل ده أو 8.5 مليون نسمة دول في الولايات المتحدة الأمريكية من الجيل المتعلم زي ما حضرتك قلت اللي هو بيميل إلى الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ومعظمهم حضرتك هتلاقي برضو أن هم متجنسين بجنسيات أخرى ومهاجرين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية